السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات natural language processing المعالجة اللغوية المتقدمة. القسم الخامس فيها واحنا حاليا لسه في الجزء السادس وهو الخاص بالليكسيكونز المعاجم. فهمنا المغرفات للفكرة العامة للفكرة لموضوع الليكسيكونز وعرفنا المعجم المصنف المعجم المفسر وفهمنا او تناولنا احد الليكسيكونز اللي عامتها جامعة هارفرد اللي فيه 11000 كلمة منهم حوالي 2000 كلمة ايجابية و200 كلمة سلبية بالشكل ده جميل. كمان عدد من باحثين فولاي تيكساس عملوا ليكسيكون تاني اسمه لوك ال iwc وهو اختصاء كلمة linguistic inquiry and word count دول اسماء الباحثين وكده هتلاقي الليكسيكون عندك هنا بالشكل ده ولكن هو مش مجان حقيقة هو بفلوس يعني ليه تكلفة معينة لو دخلت هنا وعملت نزل تحت شواء هتلاقي هنا compare versions هتلاقي هنا بيقولك ده مش عاف ايه وده تكلفته كام ده بالسعر كام وده طبعا بالايبل سواء تاخده شهر او تاخده بشكل دائم بالشكل ده كله وهو في شوية تفاصيل او معنوات هنا عنه ان في حوالي ده بقى الكلمات هنا تم تصنفها العدد من اصناف فهو فيه الفين و ثلاثون كلمة ولكن متصنفها اكتر من سبعين صنف فيما يسمى effective process وما يسمى cognitive process او ما يسمى negative emotions والpositive emotions والحاجات زي كده وبالتالي عامل ان الكلمات positive زي love nice sweet كامات negative bad weird hate وحكمات cognitive maybe perhaps guess وما الى ذلك وزي مونا ليه سعر معين سواء تلاتين او تسعين او حاجات زي كده من ضمن التكلفة او الفيز انت تتفحها عشان تعرف تستخدمه كمان في معجلة تانية اسمه mpqa وده في حوالي تمن تلاف جزغ الكلمة اه فاكين يا جماعة اللي احنا اخدناها في اللي هو وفي حوالي 6800 كلمة منها 2700 كلمة ايجابية و4900 كلمة سلبية وكأن انت كباحث بقى في ان اللي بيه انت عندك عدد كبير من بعضها متاح وبعضها غير متاح حتى لو انت اكتفيت بالحاجات المتاحة بس فدي هتتحلك صروة معرفية آآ كاملة بحيس تعرف معنى كل الكلمة وتعرف تستخدمها بشكل كامل تعال نشوف اللينك ما تدوس عليه من هنا اللي هو يكون خاص ده انا مش عايزينه بحاجة اللي هو ده هنا جاي لك تفاصيل عنه بحيس لو انت عايز تعمل دونلود دي تعمل هي نيمو الانستيوشن والايميل وهنا جايب آآ لا احنا خاصة مش عايزينه بحاجة وهنا جايب زي ما هونا بقى تفاصيل كاملة هنا آآ فانت لو دخلت ودخلت ايميلك وتفاصيل دي كده وتعمل دونلود الليكسيكون انت كابتو تطلب نسخة منه بحيس ينزل وتعرف تتعامل معاه وتستخدم الحاجات اللي فيه غير كده فيه ما يسمى المعجم اسمه بنجليو وده فيه حوالي الفين كلمة ايجابية ربعة الاف كلمة سلبية ببعض موجود في اللينك هنا ببعض عادة مباحثين في ايطاليا عملوا آآ لكسيكون تاني وده بقى فيه تدرب الكلمات بحيس تمسي الكلمة جايب تدريج ما بين ايجابي وسلبي ومتعادل فانا اللي هو في اللينك هنا فانت لو دخلت على كلمة معينة مسلا قلت كلمة معينة مسلا ميبي كمبيوتر كلمة معينة مسلا استيمبل فاستيمبل فانا بيشرح لك المعنى التقريبية ميبي كمبيوتر استيم وستيميتد والكلمة دي قدي ايه رقمها من وقد ايه رقمها من نيجاتيف وقد ايه رقمها من ايجابية وقد ايه هي سلبية وقد ايها متعدلة كلمة استيمبل طالما هي كلمة غير خاصة بمعنى ايجابي او سلبي محدد إذا هتأخذ zero في البوزتيب و zero في النيجاتيب جميل و one في الوبجيكتف ولكن نفس الكلمة هي هي استيمابل ممكن تعم بقاليها معناها مختلف فلو كان معناها deserving or respect or hide or regard فأنا ممكن أكون كلمة استيمابل ممكن أطلقها مثلا على لو كومبيوتوراستيمايتد أني بتوقع رقم محدد بتوقع التقص هيكون بكرة أعمل إزاي فهنا أبجيكتف مية في مية ولكن ممكن يكون قصلي استيمابل قصلي أنه مثلا البيت ده يساوي مبلغ كبير فممكن يستخدم كلمة استيمابل في الإنجليش اللي هو إيه ده يساوي مبلغ كبير فهنا بالواضح أنه ليه مقدار معامل بوزتيب مقدار مثلا 0.75 و zero في النيجاتيب و 0.25 وكأنه هو يقترب من البوزتيب في شكل كبير ولكن مش مية في مية فهمتوا الفكرة فهنا القموز ده لو اندخلت على اللينك هنا هتلاقيه في التفاصيل دي وازاي تتعامل معامل الشكل وخد بالك أن مش كل الليكسيكونز والجوريسمس متطابقة في كل الكلمات فقادي مجموعة من الليكسيكونز اهي دي مجموعة وهنا مجموعة تانية تمام كده او مش مجموعة تانية يعني دي هي دي ودي هتلاقي كيف يتشابه مسلا الى اي دابليش هنا هو هنا هنا هو هنا وجايب العلاقاتها بينهم اللي هو نسبة التشابهة ونسبة الاختلاف بينهم هنا جايب الارقام دي نسبة الاختلافة بينهم فبين mpqa وبين opinion lexicon فيه اختلاف 33 كلمة من 5400 يعني 6 من 10 في 100 وبينها في حاجة تانية لقد فيه اختلاف خمسمية وعشرين كلمة من 1800 حوالي 23 في 100 ففيه شوية اختلافاتها بينهم سواء اختلاف ان الكلمة مش موجودة او اختلاف ان الكلمة مكتوبة هنا بحاجة مكتوبة هنا بحاجة قريبة منها شوية وده معناها ان حضرتك علي الجهد انك تعمل داونلود لكل الليكسيكونز دي وتتعامل معها عشان تبدأ تشوف كل الكلمة من هنا معناها ايه من هنا معناها ايه لغاية لما تشوف اكتر الليكسيكون انت شايفه مناسب لك او شعر هدعه فتتعامل معاه بشكل كويس فهمتوا كلام يا جماعة وطبعا زي ما قلنا احنا كده فهمنا الفكرة اللي تبنت عليها الليكسيكونز الانجليش وبالتالي المجال قدامك مفتوح انك تعمل حاجة باللغة العربية طيب تعال نتكلم بقى بعض العمليات الرياضية والحسابات داخل الليكسيكونز عملوها ازاي ازاي عرفوا ان الكلمة دي معناها كذا والكلمة دي متواجدة من 23 في 100 لها معنى سلبي والكلمة دي مش عرف معناها ايه فهنتكلم عن بعض الحاجات هنا مثلا عملوا حساب لعدد بعض الكلمات في تقييم الافلام الايجابية والسلبية يعني احد المؤشرات او احد الطرق اللي عرفوا يحددوا بيها الكلمة دي الليها معنى ايجابي ولا سلبي انهما ببساطة جابوا مثلا 100 الف تعليق ايجابي الافلام و100 الف تعليق ايجابي سلبي الافلام وعملوا حساب لابتر كامات ما تكرر طبعا بعد حسف فعرفوا ان الكلمات دي بتستخدم اكتر في تقييمات سلبية والكلمات دي بتستخدم اكتر في تقييمات ايجابية وبدأ يصنافوا ده عندها فمثلا لو احنا مسكنا عدد كبير من تعليقات الافلام لعلى الافلام على موقع اي ام دي بي او غير وشفنا مدى تكرار كلمة باد في افلام واخد النجمة واحدة او نجمتين لغاية عشرة نجوم بفرضة عندي تعليقات الافلام وتعليقات متصنفها فيه تعليقات واخد نجمة فيه افلام واخد نجمة واحدة فيلم واخد نجمة واحدة يعني فيلم ضعيف جدا فيلم داني واخد خمس نجوم يعني فيلم متوسط فيلم واخد تمن نجوم يعني فيلم كويس فيلم واخد عشرة نجوم يعني فيلم رائع فان هبحث عن تواجد كلمة باد هنا وهنا 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 من البديه ان كلمة باد هتتكرر بشكل اكتر في الافلام اللي واخد كلمة واحدة وهتقل لتدريجات اللي غيرت لما اوصل لمن لأفلام الوخدة عشر كلمات ده البديهي صح؟ فتلاقيه بالشكلة بص معي على الرسمة دي هنا أنا عندي الكاتيجوري من أول وان ستار لغاية تين ستار وده العدد فهنا الأفلام الوخدة وان ستار كلمة باد متكررة فيها قد ايه؟ ده كان مية وعشرين ألف مرة بينما في الوخدة تو ستار لدي متكررة بس حوالي كان تلاتين ألف مرة واربعين ألف مرة الوخدة سري ستار أقل ار فور ستار أقل بس تلاحظ برضو حاجتين مش منطقيتين لما بوصل لأفلام الوخدة سبعة ده بتزيد بحكاة قل التاني بحكاة زادت جدا ايه ده؟ بقى معقولة الافلام الوخدة عشر ستارز وخدة نجوم سوري فيها كلمة باد اهي موجودة بشكل أكبر من الوخدة فور ستارز حاجة مش منطقية صح؟ وده معناها ان كلمة باد نفسها ممكن قد لا تكون بالمعنى سلبي بس ممكن بعض الحاجات يبقى لها معنى ايجابي شوية بل انك في اللغة العربية كلمة فضيع كلمة فضيع في الاصل هي معنى سلبي لكن احنا كاللهجة كاللهجات كا او استخدام ديارج يقول الفيلم ده فضيع فاحنا مش قصدان في الموحش ولا حاجة بلا عكس احنا قصدان في المقوي جدا وبالتالي ده معنى ان اغلب استخدامات كلمة باد للمعنى السلبي ولكن بعض الاستخدامات لها معنى ايجابي لو ان معنى ايه ان حاجة فضيعة او حاجة رائعة بالشكل ده وبالتالي ده اللي جعل في كلمة باد موجودة بشكل مكسف ايه او موجود بشكل اكتر شوية هنا او هنا في المقصد دي برضو قد يكون في سبب تانى ان ممكن يكون التعليق ايجابي يا جماعة ايوا الفيلم ده رائع فكزا حكزا كزا بس ما عجبنيش في ان الميوزيك كانت باد شوية مسلا فوقصده الفيلم رائع من كل حاجة ولكن ميوزيك كانت باد شوية فكلمة باد تواجدت اكتر مرة في التعليق الايجابي اللي هو العشر افلام ولكن بس كان ايه كان على حاجة غير الحاجة المهم ده بس احد طرق حاجة دي كده فهنا بيقول لك how likely in each word to appear in each sentiment class يتعرف كل قسم او كل صنف من اصناف تقسيمة افلام كلمة باد موجودة قد ايه but cannot use the row count احنا انا مش عرف استخدم العد الوحيد ده انا اجيب ما يسمى likelihood وبالتالي اجيب probability 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 بالنسبة لكلاس هو ما يسمى f w على f w معناه ايه الكلام ده معناه هنشوف ده تواجد كم مرة في ده وده تواجد كم مرة في ده وده تواجد كم مرة في ده وبتالي عم بقى نسبة نسبة من نسبة دي نسبة تواجد ده على مجموع تواجدهم في كل classes بالشكل ده هعف اجيب probability بتاعة الوحيد دي بالنسبة لكلاس كلام سهل يا جماعة اخيرا ابدأ اعمل comparable between words لو ما يسمى scale likelihood النقص من القيمة دي على probability على احتمالية تواجد الكلمة دي بشكل او اخر تمام كده فدي احد الطرق اللي عرفه فيها معنى كلمة من الكلمات وخباك الموضوع ممكن يتطبق بشكل اوسع او ممكن بقى نعمل مش بس هجيب كلمة باد تعالي جيب كلمة good ونفس الموضوع هنا التقييمات الافلام من صفر من واحد لغاية عشرة كلمة good دي يعني متواجدة يعني بشكل متقارب تقيم من اول zero point zero eight لغاية zero point one two خباك من حاجة مهمة انا عندي هنا ده مش مش رقم انا عندي هنا هنا كان مدى التواجد الكلمة صح هنا بقى انا عملت probability فعشان كده اخدت بقى انا عملت p w probability of word per class p w على probability of word فانا انا جبت ما يسمى scale likelihood فانا جايب نسبة مئوية فعندي رقم يطرح من صفر لغاية one بالشكل ده سهل يا جماعة عشرة هتلاقي ده كله skill ده كله من زي و لغاية one فهنا كلمة good متواجدة بمقدار متوازن الى حد ما كلمة amazing لا دي هتفرق وخب بقى كلمة amazing amazing ما بتستخدمش استخدم يعني يلغبط زي كلمة bad كلمة bad كلمة bad زي كلمة فضيح لكن كلمة amazing زي رائعة ما حدش هتستخدم كلمة رائع بمعنى ايه بمعنى سلبي ولا حالة الا بقى لو بيعملها بشكل ساخر ودي حاجة نادرة جدا فتلاقي ان تواجدها في الافلام اللي one star و two star لغاية four star حوالي zero point zero five رقم قليل بينها في nine star و two star ارقام ايه كبيرة zero point seventeen zero point two eight واحد كزا كلمة great من اللي وضحناها بتزيد كلمة awesome بتزيد شوية ده كده بالنسبة لمين بالتعليقات اللي هو لو هجيب في مجموعة من الافلام هنا نفس الموضوع بس هنا بقى لو هجيب اللي هو كلمة good هفتع افلام الى حد ما سلبية اه بتقل شوية كلمة depressed بتزيد شوية كلمة bad واخر بقى ان كلمة bad متوجد هنا اكتر منها بكتير كلمة terrible كلمة terrible برضو ايه موجودة بشكل لا تستخدم انها بشكل سلبي عشان كيها بقلت جدا جدا بشكلها سهل يا جماعة هل في مشكلة ده كله وهنا جايب كلمة good كpositive وهنا good كnegative بالشكل ده وكأن استخدمها good في التعليقات الايجابية واستخدم good في تعليقات السلبية بل انهم كمان قالوا طب ماذا عن الكلمات اللي هي ادوات النفي no not never ont بالشكل ده ما تجين حسابها لا وتوجودها يعني موجود بشكل متوازن او متقارب بين تعليقات الايجابية والسلبية بالشكل ده فيه بس تأثير طفيف لها اذا ما لهاش تأثير كبير سواء هنا او هنا وكأن عن طريق حساب عدد الكلمات في مجبورة من التعليقات الافلام او reviews معانا الواحد ممكن يفهم المعنى التقريب لكل كلمة خد بقى التجربة دي بالكامل انت ممكن تكررها بلواحدك الموضوع مش صعب ولا حاجة يعني انت انا عملت المجموعة من التويتس التغريدات وعايفت تصنفهم عندي هنا مسلا عاشت الاف تغريدة ايجابية وعاشت الاف تغريدة سلبية طبعا باللغة العربية فانت ممكن تعمل تكرار لنفس الموضوع وكل اللي حصل ده كله يسهل لعمله بغا البيتسون فانت ممكن تعمل تحدي لنفسك كده انك تمسك مجموعة بيها من الكممنس او مجموعة من الكلمات وتبقى تشوف انهي كلمة متكررة موجودة هنا بشكل اكتر من هنا وهكذا خلينا نواقف هنا ونكمل المرة الجاية ان شاء الله نشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة